مملكة البحرين مملكة البحرية تقف على إحلال أوجه الإنجاز على بدن متنوع القطاعات الحيوية التي تحرص على دعم ركائزها من أجل الوصول إلى تمام التفرد والتنوع والتميز فيها دولة مدنية حديثة لها مع كل مجال مؤثر رواية تسرد حكايتها باعتزاز وثقة وهي من تتوجه دوما نحو محاببة كل الوسائل المؤدية إلى نماء محيطها واستقراره ونشر قيم التسامح واحترام كرامة الإنسان الذي يقيم تحت سمائها المشروع الإصلاحي الذي أطلقه جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة استمد رونقه من نهج احترام حقوق الإنسان كاستراتيجية ثابتة تتبعها مملكة البحرين في تعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية راسخة ومن خلال نافذة تشريعات تدار الحقوق والحريات التي كفلها المشروع كحرية الرأي والعقيدة وكفالة حقوق العمالة الوطنية والأجنبية ودعم الجمعيات والنقابات وتجريم الاتجار بالبشر فضلا عن إنشاء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية واستكمال المنظومة الحقوقية بتأكيد استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وإنشاء الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة واستقلالية مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية ولم تكتفي مملكة البحرين بخط سير إنجازاتها على المستوى المحلي فقط بل سارعت إلى التوقيع على عديد الاتفاقيات الإقليمية والدولية الداعمة لأشكال وأوجه حقوق الإنسان ولعل من أبرزها المثاق العربي لحقوق الإنسان الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصري كافة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وحتى الثقافية إضافة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناغضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل وصولا إلى صون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تجذير مبادئ حقوق الإنسان في المجتمع يتم عبر تنفيذ باقة من المبادرات والبرامج الإعلامية والتعليمية والتربوية لتعزيز الوحدة الوطنية وتوثيق قيم التعايش السلمي بين جميع الأديان والمذاهب والثقافات والحضارات وتجريم التحريض على الكراهية والطائفية إن البحرين متوجهة في مسيرتها الديمقراطية والتنموية دون تباطئ يذكر وهي حريصة على متابعة تطوراتها الإصلاحية في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ودعم السلطة القضائية وتفعيل أطر الحقوق الدستورية أكثر وفق ثوابت وطنية وإسلامية وبما يتوافق مع إرادة الشعب لتلفزيون البحرين محمد رشدات